طلاب الثالث الأبطال اليوم محاضرتنا بيونت 3 لسن 8 الدرس الثامن Life on the marshes الحياة في الأهواق هذه القطعة طلاب رح نستفاد من عدها بكتابة الإنشاء من يونت الثالث الفاكت فايل on wild life الحياة البرية رح نيجي نقرأ ونلقى الترجمة الحرفية هنا لجوة عن كل باريغراف أول شيء way of life بمعنى اسلوب الحياة مارش عرب can still be found لا يزال من الممكن العثور على عرب الأهوار يعني وين يعيشون هذولا living traditional life حياة اعتيادية يعني حياة تقليدية in the marshland في الأهوار وين موجودين in the south east of Iraq هذا الموقع مالتهم اللي هو جنوب شرق العراق they raise بمعنى يربون شنو الأشياء اللي يربوها domestic buffalo الdomestic buffalo اللي هو الجاموس المحلي buffalo اللي هو الجاموس هذي الموجود بهذه الصورة هذا domestic buffalo some sheep ال sheep اللي هي الأغنام and cattle cattle اللي هي الماشية are also kept crops crops هذا أخذناه موضوع التعاريف اللي هي المحاصيل الزراعية شنو هي المحاصيل الزراعية؟ المثل الرائز اللي هو التمن الرز wheat الويت اللي هو القمح and barely اللي هو الشعير وهذا موجود عندي التعريف كامل يقول لك rise wheat and barely شنسميه هذني فتقول لك crops crops كلمة مهمة جدا و south east of Iraq أيضا مهم هنا هذا الموقع are growing by the marsh طبعا هنا هذا موضوع المبني للمجهول passive voice الابجكت هنا الجانب البداية are هذا الفعل المساعد والغرون هذا التصريف الثالث مال يا فعل شباب مال فعل grow راح يكتب لك الفعل هنا هذا هو الفعل grow بمعنى ينمو أو يزرع البرقراف الثاني must march Arabs معظم أرب الأهوار live live بمعنى يعيشون وين يعيشون in arched houses شنوه الarched houses الarched houses اللي هي البيوت المقوسة احنا اخذناها بالمفردات البداية بيوت مقوسة يعني الشكل مالتها يكون مقوس which they build from reeds التي بنوها من ال reeds ال reeds اللي هو القصب ابنية من القصب their houses هس راح نشوف المنزل مالتهم اوكي طلاب هس راح نشوف هذا التقرير عن حياة الأهوار اللي يعيشون ساوث ايست او اراك هذه الويتلاند اللي هي الاراضي الرطبة او الهوار البيوت مالتهم تكون ارشد مثل ما نشوف انه هي مقوسة بهذا الشكل مقوسة العرض مالتها يكون ثلاثة امتار يعني الواجه مالتها ثلاثة امتار والنزال يوصل تقريبا ستة امتار two entries بها مدخلين هذه البيوت لاحظ مبنية من ال reeds هنا طبعا ال domestic buffalo هذا الجاموس المحلي اللي يربوه بالأهوار اوكي هذا دا يحجي انه شون يجمعون القصب ويبنون من عنده هذه البيوت لاحظ المنازل مالتهم شون تكون مارشد مقوسة يكون دائما البناء قريب على المي يعني على حافة الهوار بيها مدخلين البيوت مالتهم يكون بيها مدخلين المدخل خاص بال family والمدخل الثاني خاص بالحيوانات ال animals مالتهم لاحظ هذا ال reeds ال reeds اللي هو القصب هذي الكروبس المحاصيل اللي يزرعوها طبعا يزرعون الرايز الرايز يحتاج للكثير من المي فتشوف هذي زراعة الرايز الرز والبيرلي والويد والشعير والقمح كل اللي هتكون هنا بله لاحظ ال reeds القصب هذا ال reeds هذا القصب اللي يبنون من عنده البيوت مالتهم هاي بيوت متنقلة وين ما يسير المي شوف يقول وين ما يسير المي يعني اي مكان بي مي يبنون بها البيوت مالتهم هذي ال arched houses وهذا ال domestic buffalo او الشيب والكاتل الماشي همالتهم الطيور اكو انواع كثيرة من الطيور احسا رح لشوف هس لما نرجع للقطعة ونقراها طلاب رح نفتهم اكثر الاشياء لانه احنا شفنا حياتهم يعني على ارض الواقع مست عرب يعيشون في منازل مقوسة التي بنوها من ال reeds اللي هو القصب Theyir houses are usually about 3м وينزال مالتها وينزال ست مالتها وينزال ست هذا يعني المعدل ما البناء مالتهم They are less than three meters high الارتفاع مالتها 3 أمتار أو أقل من 3 أمتار Houses are built at the water side شوف هو لما هذا قال إحنا دائما نبني البيوت مالتنا وين بالwater side اللي هو على ضفة الماء دائما وين ما يشوفون ما يبنون البيوت مالتهم Houses are built at the water side or on artificial reeds island أو على جزر قصب صناعية يعني جزيرة هم يصنعوها من الريتس ويبنون عليها المنزل مالتهم البرغراف البعدة Houses have entrances البيوت بيها مدخلين At both ends One part of the house is for the family قلنا المدخل الأول هو للfamily العائلة And the other half is for their animals والمدخل الثاني هو للحيوانات مالتهم Guest houses are built separately اللي هي بيوت الضيافة يعني مثلا المظيف رح ينبني واحد منفصل عن هذا البيت Traditional boats اللي هي القوارب التقليدية مشحوف and اطرادة يستخدمون هذه القوارب اللي شفناها هسا بالتقرير اسمها المشحوف والاطرادة Are used as transport يستخدموها كوسيلة نقل Transport يعني وسيلة نقل مثلا احنا بالمدينة عدنا السيارات والباصات هم عدهم المشحوف والاطرادة Wild life اللي هي الحياة البرية 40 species species يعني النوع أو أنواع 40 نوع من البردس الطيور can be found in the marshland هذا مبني للمجهول can be found التصريف الثالث مع الفعل find find هو التصريف المجرد مع found التصريف الثالث مع الته هو found in the marshland يقول لك 40 نوع من الطيور في الأهواء the marshes were once home to millions of birds and the stopover for millions of other majority birds شنو معنات هذي يقول أن الأهوار بالسابق هي موطن لملايين millions of birds ملايين الطيور هذا الطيور المهاجرة طلاب اللي تيجي مثلا من أفريقيا أو تيجي من غير أماكن تيجي وين توقف تنزل يعني محطة توقف يسموه stopover يعني تنزل تاخذ استراحة وتشرب من المي تنزل بالأهوار تجمع يعني عدة أيام بهذا المكان وبعدها ترد تسوي majority اللي هو الهجرة تهاجر إلى قهرات ثانية مثل شنو هذي الطيور المهاجرة مثل الفلامينغو الفلامينغو كلنا نعرف الفلامينغو الباليكانز اللي هو البجع and هيرونز هيرونز مالك الحزين as they traveled from سيبيريا to Africa يهاجرون من سيبيريا إلى أفريقيا فيجون stopover محطة توقف ما تكون بالواترلاند اللي هو المارش عرب بالأهوار what has changed in recent years طلاب بالألف وتسعمية وتسعين يعني بالتسعينات هذه الأهوار تعرضت إلى جفاف وهذا الجفاف يعني احنا قلنا هما حياتهم تعتمد على المي فلما يصير جفاف رح تهدد حياة هذول الأهوار بما فيها الحيوانات مالتهم والزرع مالتهم وهذا الجفاف أدى إلى انقراض الكثير من الطيور أوكي وأدى إلى خسارة الكثير من الأراضي 40% to 60% of the marsh arab are at risk في خطر من 40 إلى 60% من الأراضي مال الأهوار معرضة إلى الرسك اللي هو الخطر ليش because most of the wetland لأنه معظم هذه الأراضي الرتوة has dried up dried up يعني جفت many species of bird الكثير من أنواع الطيور are also at risk في خطر اللي هو مهدد بالانقراض some are now extinct بمعنى انقراضة or near extinction أو معرض للانقراض the draining of the marsh in the 1990 هذه بالألف وتسعمائة وتسعين اشصار a draining اللي هو الجفاف بالألف وتسعمائة وتسعين caused a significant change in the ecosystem هذه مفردة مهمة ecosystem اللي هو النظام البيئي صار تغيير بالنظام البيئي بالألف وتسعمائة وتسعين however some of the marsh have recently been restored بمعنى أنه تم مؤخرا استعادة بعض الأهوار after floating the area بعد فيضان المنطقة يعني صار أكو فيضان وراها ورجع منسوب المياه واستعيدت بعض المناطق بالأهوار هذه القطعة طلاب مع الأهوار كل اللي راح تفيدني بالإنشاء مع اليونت الثالث فلازم تطلع عليها ولازم تحفظ لي المفردات اللي أشارناها هذه مفردات مهمة راح نستخدمها بالإنشاء الفاكت فاير نجي على تمارين كتاب النشاط صفحة 56 عندي تعاريف definition write the words that match definition a the opposite of save معاكس لكلمة save وهذا أخذناه باليونت الأول شنوه dangerous dangerous بمعنى خطر dangerous number B sit and travel on horse or camel يركب على ظهر الهورس الحصان أو الجمل نقول عليه ride ride بمعنى ركوب the fastest bird in the world أسرع كائن أو أسرع الطيور بالعالم منوى falcon هذا أخذنا عليه قطعة كاملة rise and weed for example الرز والحنطة شنسميها crops هذه أخذناها بقطعة الأخوار التمرين الثاني بصفحة 56 هذا choose على شكل الاختيارات يجمع لي طلاب هذا الموضوع أو هذا التمرين كلش مهم لأنه يجمع لي حالات شرطية ضمائر إلى آخرية كل المواضيع راح تجين على شكل الاختيارات A which is fastest living things هنا مدام عندي مفاضلة fastest est راح أختار له which is the fastest living things B the bedouin used for our falcons to catch food الفالكونز هذا اسم فلازم يكون قبل ضمير تملك there falcon C what will happen مدام عندي will إذن هذه حالة شرطية أولى if this change عبارة if لازم تكون بالمضارع البسيط عندي change هنا يفاعل مفرد لازم أختار له continuous D if there was مدام عندي was هذه حالة شرطية ثانية I ate outside جواب الشرط لازم يكون ب would مجرد فرح يكون اختياري I would put نقطة E what would happen مدام عندي would إذن هنا حالة شرطية ثانية if there were snakes لازم يكون عندي ماضي there were fewer snakes حلة is greener than فراغ ب it used to اعتاد على it used to g many animals are useful to مدام هنا عندي two حرف جر لازم يكون وراء two hour لازم يكون وراء شنوى المفعول به اللي هو الأور وهذه sorry هنا عندي خطأ المفعول به هو sorry هذه الحلول الصحيحة طلاب رح تلقاها هنا جوا ورامة حلوة تكمل تتأكد من الحلول ما تتك سينشار وراء